الضربة العسكرية المحتمل توجيهها إلى سوريا عقب اتهامها بقصف منطقة في دومة قرب دمشق بأسلحة كيموية والجدل الأمريكي الروسي بشأنها كل هذه الأحداث ألقت بظلالها على الأوضاع في العراق سياسيا وأمنيا الحكومة العراقية التي التزمت الحيادة في هذه الأزمة لديها مخاوف من أن تؤدي تلك الضربة إلى تدفق مسلح داعش نحو الحدود العراقية من جديد ولذلك فرضت إجراءات مشددة على الحدود مع سوريا قد تكون بهجرة عكسية باتجاه الحدود العراقية السورية من جهة تلعفر العياضية التي لا تبعد أكثر من 125 كم مع ذلك الوضع مسيطر عليه قد قوات الحدود حقيقة تسيطر على الحدود تفرض سطوتها على 605 كم تبدأ من التنف تنتهي بمعبر ربيعة وأعتقد حتى هناك كاميرات حرارية وكاميرات ليجرية العراق سبق أن نصبها لذلك أعتقد أنما قد تكون هناك ضربة محدودة لكنها لن تكون ضربة طويلة للأمد وعلى الصعيد الداخلي هناك مخاوف من قيام فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران ولديها تواجد في سوريا من تنفيذ تهديداتها ضد القوات الأمريكية وهناك خشة من امتدادها إلى العراق ما قد يؤدي إلى تحول العراق لسحة حرب دولية عندنا أحزاب تسمى تحت مقاومة مهمة كانت تحارب داعش أمس اليوم هي موجودة لديها القوة والهمة تساعد الدولة تساعد الحكومة في هذه القرارات وأعتقد القرار سيكون سياسي أكثر من حكومي ربما تتدخل في سوريا هذا المحتمل في حالة وصول الضربة إلى يهدد أمن العراق ويرى مراقبون أن الحكومة العراقية ورغم حيادية موقفها من الأزمة السورية لكنها ستواجه صعوبة في ضبط تصرفات هذه الفصائل هناك ولااءات مذهبية ويعتقد أنها الأولوية لدى الأحزاب قبل الولاء للحكومة وهذا ما يمنع الحكومة من السيطرة على ولااءات الأحزاب بشكل كامل تداعية سلبية اقتصادية قد يتعرض لها العراق في حال حدوث عمليات عسكرية في سوريا مع انحسار خط الملاحة الجوي فوق بلدان بحر الأبيض المتوسط بحسب مراكز لدراسات استراتيجية زياد نهاد الحرة بغداد